مالك بن دينار يقول مالك بن دينار دخلت البصرة يوما فوجدت الناس قد اجتمعوا في المسجد الكبير يدعون الله من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء لم يغادر المسجد، فقلت لهم ما بالكم؟ فقالوا أمسكت السماء ماءها وجفت الأنهار، ونحن ندعو الله أن يسقينا، فدخلت معهم يصلون الظهر ويدعون، والعصر ويدعون، والمغرب ويدعون، والعشاء ويدعون، خرجوا ولم يعطوا مسألتهم، يقول ثم ذهب كل منهم إلى داره، وقعدت في المسجد ولا دار لي، فدخل رجل أسود البشرة، أفطس أي صغير الأنف، أبجر أي كبير البطن، عليه خرقتان، سطر عورته بواحدة، وجعل الأخرى على عاتقه، فصلى ركعتين ولم يطل، ثم التفت يمينا ويسارا ليرى أحدا فلم يرني، فرفع يديه إلى القبلة، وقال إلهي وسيدي ومولاي، حبست القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، فأسألك يا حليما ذا أناه، يا من لا يعرف خلقه منه إلا الجود، أن تسقيهم الساعة، 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 يقول مالك، فما أن وضع يديه إلا وقد أظلمت السماء، وجاءت السحب من كل مكان، فأمطرت كأفواه القرب، يقول فعجبت من الرجل، فخرج من المسجد، فتبعته، فظل يسير بين الأزقة والدروب حتى دخل دارا، فما وجدت شيئا أعلم به الدار إلا من طين الأرض، فأخذت منها وجعلت على الباب علامة، فلما طلعت الشمس تتبعت الطرق حتى وصلت إلى العلامة، فإذا هو بيت نخاس يبيع العبيد، فقلت يا هذا إني أريد أن أشتري من عندك عبدا، فأراني الطويل والقصير والوجيه، فقلت لا لا، أما عندك سوى هؤلاء، فقال النخاس ما عندي غير هؤلاء للبيع، يقول مالك وأنا خارج من البيت وقد آيست، رأيت كوخا من خشب دوار الباب، فقلت هل في هذا الكوخ من أحد؟ فقال النخاس من فيه لا يصلح، أنت تريد أن تشتري عبدا، ومن في هذا الكوخ لا يصلح، فقلت أراه، فأخرجه لي، فلما رأيته عرفته، فإذا هو الرجل الذي كان يصلي بالمسجد البارحة، قلت للنخاس أشتريه، فأجابني لعلك تقول غشني، الرجل هذا لا ينفع في شيء، فقلت أشتريه، فزهد في ثمنه وأعطاني إياه، فلما استقر بي المقام في بيتي، رفع العبد رأسه إلي وقال يا سيدي، لما اشتريتني؟ إن كنت تريد القوة فهناك من هو أقوى مني، وإن كنت تريد الوجاهة فهناك من هو أبهى مني، وإن كنت تريد الصنعة فهناك من هو أحرف مني، فلما اشتريتني؟ قلت يا هذا، بالأمس كان الناس في المسجد وظلت البصرة كلها تدعو الله من الظهر إلى ما بعد العشاء ولم يستجب لهم، وما إن دخلت أنت ورفعت يديك إلى السماء ودعوت الله حتى استجاب الله لك وحقق لك ما تريد، فقال العبد لعله غيري وما يدريك أنت لعله رجل آخر، قلت بل هو أنت، فقال العبد أعرفتني؟ فقلت نعم، فقال أتيقنتني؟ قلت نعم، يقول مالك فوالله ما التفت إلي بعدها، إنما خر لله ساجدا فأطال السجود فانحنيت عليه فسمعته يقول يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فلا أطيق عيشا على الدنيا بعد ما اشتهر، ففاضت الروح إلى بارئها، اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأخفياء، اللهم آمين،